السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وقتا مصحة في اخر مباراة بالنسبة للعيبة كتير على ارضية الالد ترفرد واللي مش هنشوفهم تاني على نفس الارضية دي بتلاقي ان فريق منشستر ونايتد بيقدم احسن مبارياته في الاونة الاخيرة وبيفوس بسلاسية نظيفة اصاد برينت فورد اداء اللي بيعطي بعض الامل ان انت ممكن تشوف تحسن في المستويات مع مدرب بيعرف يطلع اقصى ما عند اللعيبة زي ايريك تنهاج مدرب ممكن نقول عليه مدرب منظومة او مدرب بيقدر ان هو يطلع الخبايا الموجودة عند لعبته واللعيبة اللي بتسيب فرق وبالله ان مستوياتها بتقل فالله بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا نتكلم عن اهم الاشياء اللي حصلت في مباراة منشستر ونايتد برينت فورد قبل كل شيء يا اياتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي شكر الله سعيكم وشكرا لكل اللي عزاني في وفاة والدتي اتمنى لينا وليكم ان ربنا يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين عما كفى ويسكنهم فسيح جنته بالنسبة لمباراة منشستر ينايتد وبرينت فورد انت كنت منتظر ان انت تشوف حاجة زي اللي تقدمت وان كان الاداء مش افضل شيء ولا هو الاداء اللي احنا بنتمنى ان احنا نشوفه ولكنه خطوة للامام بعد فترة وحشة بالنسبة للينايتد وبعد فترة كنا بنقدي فيها مباريات سيئة في الاونة الاخيرة وبصراحة كده لو كان فريق غير برينت فورد قوي نوعا ما في النواحي الدفاعية والنواحي الهجومية ما اعتقدش ان احنا كنا ممكن نطلع بالنتيجة دي على الرغم من الاداء اللي اعتبر جيد من اللعيبة واللي ممكن نعزيه ان هو اخر مباراة على ارضية الاولد ترافورد في الموسم الحالي فبالتالي انت عايز تصالح الجماهير بتاعتك عايز تبان بمنظر القوي قصاد الجماهير بتاعتك وترضيها وان كان ممكن نحطه برضو بزرة امل لما هو قادم تحت ايد ايرك تنهاج واللي ممكن يقدمه الفريق في الاونة القادمة وبعد ما كنا بنقول لا مبالاة من اللعيبة وان احنا متخوفين من ان ده يحصل برضو تحت ايد ايرك تنهاج وساعتها مش هيفيد معاك مين ما تجيب من المدربين لاني خلاص الموضوع استفحل وان انت محتاج ان انت تقطع الفريق من اول واخر وتجيب لعيبة جديدة بتشوف اني لا اللعيبة عندها بزرة تقدر تقدمها ممكن مدرب يجي زي ايرك تنهاج يقدر ان هو يكتشف البزرة دي وينميها فتصبح شجرة وتصبح الشيء اللي انت وانا واغلب جماهير المانشستر ونايتد بيتمنوا ان هما يشوفوه بيتمنوا ان هما يشوفوا مانشستر ونايتد ولعبته بيقدموه ولكن الاشياء المهمة بالنسبة للمباراة دي اولا اهم شيء ان انت متفكرش انت رايح فين متفكرش في مركز معين فكر في ان انت تأدي فكر في ان انت تطلع ما عندك وده كان اهم شيء بالنسبة لي مش مهم احنا حنلعب الموسم الجاي في دور ابطال اوروبا ولا في الدور الاوروبي ولا في دور المؤتمرات المهم ان انا اشوف الفريق عنده النية زي ما بيقولوا ان هو يقدي اداء كويس فبالتالي هتوقع ان لما يجي لك مدرب جديد قادر ان هو يحفز اللعيبة دي كويس جدا ان انت قادر تؤدي نفس الاداء ده بل اعلى من الاداء ده اللي انا شفته تاني شيء او تاني اهم شيء هو زي ما قلنا قبل كده منظومة فريق ككل المنظومة المكونة من طاقم اداري ومنكونة من ادارة عليا ومكونة من لعبين ومن جمهور طبيعي ان يكون في صخط على الجليزرز طبيعي وقلت قبل كده ان الجليزرز بينفقوا بيصرفوا على الفريق ولكن الصرف في اغلب الاحيان ما بيكونش في المناطق الصحيحة فبالتالي ما بني على باطل فهو باطل وان القرارات الادارية التانية اللي بياخدها الجليزرز اغلبها او تسعين في المية منها بيكون خاطئ وده ادى الى الوضع اللي انت عليه حاليا السكر في عملين من الاربع عوامل اللي احنا بنذكرهم دايما ويقول ان هم لديو اللي يقوموا اي فريق اللي هم الادارة المدرب وطاقموا اللاعبين واجد الجمهور في عاملين کده لما تحب اتغيرهم هم ممكن يتغيروا ولكن لما تحب اتغيرهم تجد صعوبة كبيرة وهما الادارة واللاعبين اما اسهل عامل ان انت تغيره فهو المدرب اما العامل اللي ما بيتغيرش فهو الجمهور بمعنى ان انت ما تقدرش تمشي الجمهور لازم حتلاقي الفريق ده دايما جمهور مهما كانت اختلاف اراءه مهما كان يعني متطلباته من الفريق فبالتالي عشان انت العاملين دول سواء اللعيبة او الادارة اللي احنا في امس الحاجة ان احنا نغيرهم حالين عايز تمشيهم الاول محتاج ثورة او مش ان احنا نقول مثلا تظاهرات بسيطة او ان احنا في الديئة 73 رمزا الى السبعتاشر سنة اللي قدوها في منترستر ونيتد هنترك الملعب وان كان حتى اللي تركوا الملعب هم يعتبروا قلة بالنسبة للجماهير اللي بقيت في الملعب اما بالنسبة للعيبة فانت صعب ان انت تبدلهم مرة واحدة طيب ايه الحل ايه الحاجة اللي احنا ممكن نعملها وتبقى الحل الحل ان انت تتخذ قرارات صحيحة الحل ان انت تبتدي تنظف الفريق الحل ان انت تبتدي تحط قصص علمية قوية بالنسبة لك تمشي عليها ترمي اساس بمعنى صح وعشان كده هو اول خطوة بالنسبة لليونيتد والعودة لليونيتد هي حتة الاساس دي لو رمية اساس صح هتعرف تبني دور اول ودور تاني ودور تالت ودور رابع صح على هذا الاساس عشان كده تلاقي في الفترة الاخيرة في قرارات ادارية اتخذت ضد بعض المديرين زي مات جوج اللي كان ماسك التفاوضات واللي هو عقود اللعيبة والمفاوضات مع اللاعبين اللي احنا بنستقدمهم وبالتالي احنا عارفين علو وصقف الاجور في منشستة رونيتد وايضا ان انت لما بتتفاوض ما بتجيبش لعيبة باسعار او باسمان قليلة لا انت ممكن يكون في فريق تاني لو انت انسحبتم الصفقة بيجيبه بستين انت تخش الجيب بتمانين او بمعنى اصح ما عندكش فن التفاوض جيد فبالتالي كان لازم ان انت تشيل الراجل ده وتحاول ان انت تصلح منظومة التفاوض ومنظومة العقود ومنظومة التعاقدات للفترة الجاية لانك محتاج ان انت تجيب في الفترة الجاية وبتكلم على الثلاث سنين والالاربع سنين بتعود ايرك تنهاج لعيبة كتير وحيبقى فيه تجربة وخطأ اه فيه لعيبة حتيجي وتفشل معاك وفيه لعيبة حتيجي وتنجح ولكن انت في الكم ده كله اللي انت حتجيبه محتاج منظومة قوية عندك بالنسبة للتفاوض ايضا لما لاقي لورر وبوت ميشو واحد اللي هو رئيس الكشفين المحليين داخل انجلترا او داخل بريطانيا والتاني رئيس الكشفين الدوليين ليه اللي اتنين دول ميشو معاني ان هما بيتقال نوعا ما ان هما من احسن الناس في المراكز دي لان انت مش قادر تستعملهم ولان هما مش قادرين يستعملوا نفسهم ايضا لان انت في الفترة اللي فاتت بتلاقي ان فيه كتير من المواهب طلعت في بعض الفرق التانية سواء داخل انجلترا او خارج انجلترا وانت تكشفين عندك ما يعرفوش عندناها حاجة فايه المهم في ان انا يكون عندي منصب بيشغله واحد كويس جدا ولكن في نفس الاوقات ما بيعملش اي حاجة ما بيستخدمش المميزات اللي عنده ما انتخ واخد فلوس وتمام وميد فل واربعة تشار حاجة بسيطة زي المثال اللي ضربته قبل كده ما بين مارسيال وفلاييني لو انت حطيت الاتنين في كافة اكيد هتختار مارسيال لان مارسيال عنده المهارة وعنده 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 اشياء كتير مش موجودة عند فلاييني ولكن فلاييني على قد محدودية موهبته الراجل بيديك 100% اما مارسيال فما بيديك 10% فبالتالي انا بالنسبة لي اللي بيدي 100% انا محتاجه حاليا اكتر من اللي بيدي 10% حتى ولو كان عنده امكانيات مهولة لان هو مني من الامكانيات دي حاجة عاملة زي اللعيبة في الفترة اللي فاتت بالنسبة لمانشستر رونيتد اللي هو انا بديك 5% من المهارة بتاعتي والحاجات اللي موجودة عندي اللي هي تبهرك لحين ما اخد منك عقد جديد وخلاص على كده يا باشا تفايا عليك 5% ما بتعبش نفسي ان انا اقدم اكتر فبالتالي انا مش محتاج الاتنين دول لاني انا محتاج ناس كشافين يقدروا ان هما ياخدوا بايدي النادي لاني النادي هتلاقي ممكن وده في نظري انا في الفترة اللي جاية في لعيبة كتير بتصعد من فريق الشباب للفريق الاول وفي لعيبة كتير بيتم التعاقد معها لفرق الشباب عشان يعتمد عليهم الفريق قدامها مش هينفع كل شوية تشتري كل لعيب يتقلق هنا ولا هنا مع تضخم الاسعار المهول ده مش هتقدر ان انت توفي كميزانية هتقول لي حط 250 بس هقولك حتى لو هتقولك 300 مش هتقدر ان انت توفي اهتياجاتك كاملة فبالتالي لازم يبقى عندك اكتشاف للشباب عشان اكتشوفهم بدري عشان اقدر اشتريهم باسعار صغيرة سواء كانوا هيفيدوا فريق الشباب وبعد كده اصعدهم للفريق الاول او اكتشفهم في سن مبكرة فبالتالي يفيدوني في الفريق الاول على طول لما تيجي تلاقي ان الفترة اللي فاتت احنا لما بنسمع عن اخبار وسيبك عن كلام رجنك اللي قال لك هما معرفوش حاجة عن نكونك ومعرفش مين ومعندهمش اي حاجة عن البطيخ بمعنى صح لا بص الاخبار اللي كان بتخرج تلاقي دايما ان عندنا الكشفين بيروح يشوفوا مطشط للعيبة احنا الجماهير واسقين في قدراتها سواء اذا كنا وصلين في ان هي عندها قدرات عالية او قدرات لا تمت بصلة لكرة القدم او لما تنفعش انها هتمثل منشستر لنايتد وتلاقي ان الكشف بيروح يشوف مطش واثنين وتلاتة لا انا عايزك ما تروحش تشوف لي او تقرأ المقري لا انا عايز حاجة جديدة عايزك تكتشف لي لعيب قول لي امتى اكتشفنا لعيب كده وجه عمل حاجة انبهار ما اعتقدش من بعد كريستيان ورنالدو في حاجة بالشكل ده بالنسبة لنا كمانشستر يونايتد كريستيان ورنالدو اللي اغلبنا ما كانش يعرفه قبل من لعب سبورت انجليش بونا وبعد كده لما جي الراجل انفجر معاك وبانيته انت في فرقتك بانيت كريستيان ورنالدو الحالي الراجل اللي قدر ان هو يسجل 18 هدف معاك حاليا في الدوري الانجليزي الممتاز فيمكن دي بزرة البداية او الاساس او الامل اللي احنا بنتسند عليه للموسم الجاي اقالة 3 مراكز مهمين ولسه ايضا في اقالات تانية حتنال الادارة عموما الادارة عموما زي الادارة الطبية اللي انت بتشوف فيه مشاكل عضلية والراجل المدرب عندك تكلم عنها قالك بص المانشستر سيتي وليفربول بيلعبوا كم مباريات كبير وعلى مستوى عالي ومعندهمش نفس الاصابات العضلية اللي موجودة عندنا وان كان ده يرجع برضو مش بس للتأهيل الطبي وممكن للتأهيل بتاع اللعيبة في التدريبات وان انت مش بتمرنهم بالكفاية وهنا مش هتكلم عن راجنك او غيره لا هنا هتكلم عن المعد البدني عندك فهي كلها حاجات دخلة في بعضها ايه البزرة الاساسية واللي لو اتعملت صح هنلاقي منشستر نايتد بيدني صح ان انت تستغني عن المراكز اللي موجودة عندك واللي فيها افراد لا يؤدوا مهامهم اصلا تبتدي تعين افراد قادرة على انها تؤدي هذه المراكز كويس زي ما بنسمع عن الراجل اللي احنا عايزين نجيبه والله اسمه راح من دماغي يعني ان احنا عايزين نجيبه عشان يمسك التفاوضات والعقودات بتاعة اللعيبة هو في موناكو حاليا المهم يعني وجود كادر تدريبي جيد جدا مع المدرب يستطيع ان هو يفيد المدرب في قيامه بمهامه مع تسهيل الادارة للمدرب ومهامه ان هم يساعدوه في مهامه دي تحديد المدرب لاسلوب لعبه واهم المراكز اللي هيعتمد عليها لان مع خروج عدد كبير من منشستر نايتد من لعبة بتنتهي عقودها وان كان ما بينهم مفيش لعبة اساسيين غير ممكن نقول بوجبة ولاعب شبه اساسي زي متتش انت مش هتشوف ان في فريق منشستر نايتد في الصيف الحالي بيفرط في لعبة اساسية تانية كتير ممكن تشوف اسم او اسمين لكن مش هتشوف كل العدد اللي احنا بنتكلم عليه واللي ممكن يصل الى عشر لعبين مثلا لاني صعب ان انت في مرحلة بناء اخرج كل الكم ده وادخل كم جديد واقول فين التجانس بعد كده حياخدوا وقت على ما يتجانسوا ولينا في تشيلسي نظرة لما عملوا نفس الحكاية دي معرفوش يتجانسوا مع مدرب اه ممكن انا بقول عليه ان هو اقل من الامكانيات ولكن المدرب ده في الموسم اللي قبله على طول مباشرة قبل ما يجيب اللعيبة دي كان مقدي اداء جيد جدا والكلام هنا عن فرانك لامبرد فيبقى كل العوامل اللي احنا ذكرناها دي انت محتاج تبنيها في البداية صح وده اللي مديني امل ان انت نظفت حاليا بعض المواقع الادارية واللي حيحصل فيه تنظيف تاني لبعض المواقع الادارية ولكن الخطوة الجاية والاهم تعيين كوادر ادارية في الاماكن دي تستطيع ان هي تقوم بمنشاستر يونيتد اختيار المدرب لخطته كويس جدا ونقاط قوته زي ما تكلمنا قبل كده على سلوشير نقطة قوته كانت خط النص وتغيير مكتوب ناي وفريد لازم يشوف ايرك تنهاج قوته فين قوت خطته فين ويعمل على المراكز دي لان هي دي المراكز اللي هيحتاجها في اول موسم ان هو يجيبها وبالتالي بعد كده اختيار اللاعبين الجيد وبالتالي بما انك عينت مفوضين كويسين وكشفين كويسين حيبقى الخيارات قصاد المدرب كتير يقدر يختار منهم ما يناسب امكانيات خطته وما يراه جيدا لي وللفريد في النهاية انا عارف ان انا بعدت عن موضوع المباراة عموما ولكن ما اعتقدش ان احنا محتاجين في الفترة الحالية ان احنا نتكلم عن المباريات بقدر ما احنا نتكلم عن كيفية اعادة منشستر يونيتد وبناء منشستر يونيتد من الصيف الحالي لان اي خطوة خاطئة هتمحي المشروع تماما من قبل ما يبتدي ده رأيي انا ولكن المهم عندي رأيك انت في الكومنتات تقولهولي انت شايف اللي بيحصل في منشستر يونيتد حاليا من تنظيف لبعض المواقع الادارية وبعض الارتباطات الادارية اللي احنا بنرتبطها هل هو جيد ومفيد لمنشستر يونيتد ولا هايبقى الموضوع كله سبهلالة بس عشان نرضي الجمهور نشيل كوادر ونجيب بعد كده كوادر تانية جديدة وعرايس جديدة نتحكم فيها زي ما احنا عايزين اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته